موضوع آخر نتحدث عن الكوميكس أو القصة المصورة عبارة عن فن تصويري غالبا ما يتكون من مجموعة صور تحكي أحداث متتابعة طبعا هي تحكي أحداث متتابعة إذن هي تكون قصة ونص الكلامة بين الشخصيات في رسم ضمن دائرة عارفة اللي هي القصص المصورة اللي كنا نشوفها زمان في المجلات حتى تفري الكتاب تلاجي بيتحرك تلاجي مش عارف إيه مش شادي مش شادي طبعا معنا تقرير عن المهرجان الأول عن فن الكوميكس في مصر بين الكدرات تحت هذا العنوان عقد أسبوع الكوميكس الأول بمقر المعهد الفرنسي ودعم من معهد جوتا الألماني وجهات محلية وأوروبية وأقيمت خلاله معارض الفن التاسع والقصص المصورة وورش فنية وندوات ولقاءات وتكريم عدد من الفنانين والناشرين بمصر وألمانيا وفرنسا الفكرة بتاعة الفعالية هي أنها تعمل أمبريلا مظلة لفعاليات مختلفة فن الكوميكس تشمل ندوات وورش عمل وبرزنتيشنز وعروض تاريخية وكمان معارض فن الكوميكس موجود في مصر من سنين طويلة حتى الأفلام اللي هي الأبطال الخارقين دلوقتي الأمريكية أساسها كوميكس يعني شركة ماربل هي أساسا مش أفلام هي شركة كوميكس يعني سوبرمان باتمان دول كلهم بيأثاروا فعلا على الجيل الصغير وحتى جيل الكبير دلوقتي شهد الافتتاح عارضا للمشهد التاريخي لفنون الكوميكس في الدول الثلاثة مصر وألمانيا وفرنسا بدأ بمصر من خلال فيلم قصير يظهر فيه تاريخ الفن التاسع الذي يعود إلى عام 1870 أعمل في متحف بان دي سيني في فرنسا وهذه أول مرة أزور فيها مصر وأنا مسرور للغاية بهذه الزيارة هناك تاريخ طويل بين البلدين يمتد إلى فترة نابوليون بونابارت هذه الفترة كانت إلهاما كبيرا للعديد من الفنانين والرسامين لما عرف باسم لوحات المستشرقين ربما تأتي الفرصة لرسام الكوميكس أن يعرفهم الجماهير بعد هذا المهرجان الأول لفنهم نهارات الغدو العربي القاهرة حاجة زائل والله أنه كل إبداع أو كل إضافة لمجال جديد يشهره هو مجال إحنا محتاجينه ما بتلاقي إش دعم أكبر سؤال بيحطم أي معنويات فيها إبداع الدعم والتمويل الممكن تقف يعني عائق فعلا أمام انتشار أي إبداع خلينا نشاهد